حيلعب جيم عادي زي ملاعب هناك. حيلعب حيهاجم وهو مع كرة. حابة اختلف بقى معك بقى في الحياة تالي كانت. هنشوف بقر. هنشوف بقر. وكلمة كنت لفوق. ونتكلم مع ابا. اه. هو معك كرة. اه. حيهاجم. اه. معه شكرة حيرتد للدفاع. اه. ودي كرة القدم الطبيعية. ايوة ده طبيعي. مش هنزل. فكرة انه ينزل عند النص. لا ما عندهمش ثقافة دي. دي عندنا احنا. احنا محنكين جدا. والنادي الاهلي يخد بالك. اه. او شارع شمال افريقيا كله. اه من. لا وبالذات النادي الاهلي. اه. من الاسباب الرئيسية انه هو بطل قرى الافريقية. اه. واكتر فريق واخد بطوط افريقيا. انه هو من انجح الفرق. اللي بتتعامل. لما يكون اه الماتش اه اه هوم وقوي. اه. بيعرف يتعامل برة بشكل كواس جدا. اه. وبيعرف يتعامل جوا بشكل كواس. اه. مفيش فرقة. مفيش فرقة في افريقيا. مم. بتمتلك الحنكة دي او الخبرة دي. مم. حتى سانداونز. يعني سانداونز من اقوى الفرق اللي موجودة في افريقيا. مم. ما تمتلكش الحتة دي وعشان كده هما بيخسروا بيطلعا. مم. فبكرة اه ما عندهمش هما ثقافة ان انا نزل اقفل وعشان ما يجيش فيه يا جوان. تمام. اه وبعدين العب على الهجمة نفتاد ده اقدر اجيب جون. لا ما عندهمش الثقافة دي. اللي هو يطول الماتش مسلا زي ما عمل جوزيه مسلا في ماتش اسفاقسي. بالزاف. فضل موجود. هو ريزك موجود. هو ريزك ولكن برضو محتاج توفيق وجبنا. ما عندهمش هما الثقافة هما بكرة هيلعبوا. تمام? لان النتيجة مش في مصلحتهم. هما محتاجين ان هما يجيبوا جون. وده هيساعد النادي الاهلي لانه هيفتح مساحات في خطوط فرقة سيمبة بشكل كبير جد. ولكن نقطتين مهمين جد. اول حاجة سرعة التحول من الهجوم للدفاع والعكس. ده لازم تكون موجودة في النادي الاهلي. يعني احسن فترات بكرة النادي الاهلي حيهاجم فيها لما يقطع الكرة من فرقة سيمبة. اللحظة دي لازم يكون فيه انطلاقات ويكون فيه تحول سريع من ناحة الدفاعية الناحة الهجومية. لاستغلال المساحات. وانت عندك سرعات وعندك مهارات التلاتة بالذات الفراو ده اللي بيلعبوا قدام بيتميزوا بالسرعة وبالمهارة. وبيتميزوا عن دفاع فرقة سيمبة بشكل كبير جدا. مم. فرقة سيمبة عندها مشاكل. بدءا من حرس المرمى وخط الدفاع. مم. طبعا الكلام ده كله اللعيبة عرفاها وجاز الفان يعرفوا. مم. وتفرجوا واكيد شرحوا الكلام دول. مم. لما هيتضغط وحيتلاعب عليهم في التلت الدفاعي بتاعهم من قدام. مم. هنقدر. انت عارف جابت ان ان انت بتقول لي ان مش ثقافتهم